اشتركوا في القناة هذا الاسبوع بتمنى انه كل واحد يسمع برجه ويسمع طالعه اذا ما بتعرف طالعك تنزل على صندوق الوصف في موجود روابط رابط بعلمك كيف تستخرج طالعك ورابط في جدول لاستخراج الطالع وصفات الطالع ورابط له علاقة بموقع تقدر تدخل من خلاله وتستخرج طالعك يعني شارح لك كل الطرق اللي تقدر انت تعرف من خلالها الطالع تاعك لانه اذا ما عرفت الا برجك يعني او اسمعت برجك فممكن التوقعات تنطبق عليك ما بين 60% لغاية 70% ممكن اذا كان برجك هو الغالب عليك يعني تصل التوقعات ل 80% ولكن اذا عرفت طالعك وقارنت يعني سمعت البرج اللي نفترض انك انت سمعت برج الحمل ورحت انت سمعت كمان لبرج اخر اللي هون نفترض القوس ودمجت ما بين التوقعين يعني ما بين الايجابيات هون والايجابيات هون واخدت السلبيات من هون وحطيت السلبيات هون وين التحذيرات ووين الامور هاي فبتطلع بتوقعاتك انت بنسبة عالية جدا يعني تصل لمرحلة ما بنقول 95% بتصل ل 90% من التوقعات يعني الى انه اذا بدي اعطيك توقعات اليك شخصي فهاي امور اخرى لها حسابات اخرى على حسب خرطتك وكواكبك وبرضو الكواكب الموجودة واقتراناتها مع بعض تحولاتها تحولات الكواكب هاي كل سنة او تحولات السنوية يعني بمعنى اخر انه اشي خاص فيك انت ولكن عشان نقرب المسألة الى اقرب خانة ممكنة من التوقعات فانا بقول لك اسمع برجك واسمع طالعك اسمع طالعك طبعا بالنسبة للكواكب خلال فترة هاي او التنقلات اللي رح تصير خلال الاسبوع هاد من يوم الخميس اللي هو اثنين سبعة اه القمر رح يكون متواجد بالقوس ما قبلها طبعا ولكن احنا منقول من يوم الخميس اللي هو اليوم اللي هو نشرنا للتوقعات ورح يستمر موجود فيه لغاية صباح يوم السبت اربعة سبعة من صباح يوم اربعة سبعة رح يستمر موجود في الجدي لغاية ظهر يوم الاثنين ست سبعة من ظهر يوم الاثنين ست سبعة رح يتواجد لمنتصف ليل اليوم الاربعاء على الخميس يعني بكون موجود بالدلو من منتصف ليل الاربعاء على الخميس ولغاية صباح يوم السبت احداعش سبعة بكون موجود القمر بالحوت ومن صباح طبعا يوم السبت وما بعد بكون موجود بالحمل هاي مختصر لتحركات القمر كيف رح يتحرك خلال هذا الاسبوع طبعا عشان تعرف خلو المسار ما بين الانتقال والانتقال الزوايا الفلكية الامور هاي كلها بتتابع الاخبار اليومية لانه احنا في التوقعات اليومية نعمل كل البيوت يعني مش بس على العاطفة وعلى العمل وعلى الامور هاي اللي متعودين انتوا تسمعوها لا احنا بنعمل على كل البيوت اللي لها علاقة بكل مسارات الحياة يعني بتبدأ من مرحلتك الشخصية وبتنتهي لغاية بيت متاعبك والامور الضاغطة عليك والاحداث اللي ممكن تمر عليك بخلال اليوم بتفاصيله اللي منحاول قدر الامكان ان نغطيها بالكامل خلينا نروح على اول اشي نشرح نشوف الكواكب وين موجودة بالنسبة لبرجك طبعا يا موليد برج الميزان الفترة هاي طبعا بالنسبة لتأثيرات الكواكب وايش الاثار اللي بتعطيكم اياها ايجابية وسلبية بترتب بعض الامور اللي عليها لازم انت تكون عارف ايش سبب كل هاي الضغوط اللي بتصير معاك وايش سبب الاشياء الايجابية اللي بعد مرات بتجيك بشكل مفاجئ وبتساعدك في بعض الامور طبعا في اشخاص بقولك انه من المفروض انا كفلكي اني انا اجي اعطيك ايجابيات طب اذا كانت الكواكب كلها بتعطيك يعني جزء كبير منه سلبي انا من وين اجيب لك ايجابيات عشان هيك خلينا نشوف احنا ايش الايجابي وايش السلبي وتكون عارف انت الفترة هاي ماشي كيف وليش اول ايش بدنا ناخد الشمس الشمس موجودي في بيتك العاشر وهذا بيت السمعة وبرضو بالمقابل عطارد بيتراجع برضو في بيت السمعة وبيت العمل يعني هو نفس البيت هاد بيت السمعة وبيت العمل فعشان هيك دائما بيجيب مشاكل بتشوه امور الها علاقة بالسمعة الشمس بتعطيك ايجابية في مكانها ممكن انك انت يكون لك لقاءات او ندوات مثلا او معارف جديدة تدعمك ممكن اشياء تعزز امور الها علاقة بالسمعة ولكن بيجي مباشرة ودخل عطارد بيشوه في الامور هاي يا بيعطل عليك يا بيخليك متسرع يا بيخليك متقلب يا فجأة بتنقطع الامور يا فجأة بصير مشاكل معك بالعمل وخصوصا مع زملائك ورؤسائك بالعمل يعني بيسبب لك نوع من انواع التقلب فبتلاقي فترة انه الشمس بتعطيك ايجابية ولكن الشمس منتحسة معناته عطارد عطارد بدي يعطيك سلبية لانه بتراجع فمعناته اي اشي له علاقة بالسمعة بالفترة هاي تدير بالك انك تخالف القوانين او تشوه سمعتك باي شي او انك تعمل اي خلاف له علاقة بمجال عملك اما بالنسبة للبيت التاسع فموجود في الزهرة طبعا الزهرة انهت تراجعها صارت تعطي ايجابية فهي بتدعمك على مستوى الدراسي على مستوى تقدمك في امتحاناتك ممكن تنجز انجازات كانت رائعة او انجزت اشياء ايجابية او عندك امتحانات رح تتفوق فيها بشكل كبير ممكن يكون لك اهتمامات بالبحوث بالسفر بالتراسل بلغة جديدة باشياء العلاقة بالاوراق القانونية المعاملات كلها هاي بتدعمك بشكل كبير بسبب وجود الزهرة الايجابي في بيتك التاسع عشان هيك حاول تستغل كل الامور اللي احنا ذكرناها بالنسبة للبيت التاسع بالفترة هاي حتى في اشخاص ممكن يدخلوا بعلاقات غرامية مع اشخاص اما بتعمل في مؤسسات تعليمية او من خلال عمله او من خلال دراسته بالجامعة يعني ممكن هاي الشغلة اتطور هاي الامور او علاقة مع شخص خارج البلاد اما بالنسبة للبيت الرابع بيت البيت وهذا سبب كثير من الخلافات اللي صارت معك بالفترة الماضي وسببت لك بعض المشاكل العائلية او الحدية بالطباع او حتى عدم التفاهم مع افراد العائلة او حتى مشاكل داخل البيت نقاشات خلافات او قلق على احد افراد العائلة طبعا السبب كله موجود ببيتك الرابع اللي له علاقة بالجدي اللي بيتحكم في كل شيء له علاقة بالبيت او العقار او العائلة وطبعا بما انه الجدي موجود فيه بلوتو موجود فيه المشتري وموجود فيه زحل والثلاثة بتراجعوا فمعناته فيه امور سلبية بتصير على هذا البيت فبدك تكون حذر بكل الامور هاي لانه هدولا بيحاولوا انهم يضغطوك بشكل كبير ويسببولك خلافات ويسببولك مشاكل ويضغطوك نفسيا لاجل انه انت تمتحم قدرات حالك وتتجاوز هاي الصعوبة اما بالنسبة للبيت السابع فالموجود فيه المريخ عشان هيك بيجيب لك اشياء لها علاقة بالعلاقة الزوجية بيجيب لك اشي ما بينك وبين الشريك المال بيجيب لك قضايا محاكم بيجيب لك امور لها علاقة بالاوراق القانونية بمشاريع جديدة افكار جديدة يعني بتكون مندفع بشكل كبير بالفترة هاي بهذا الاتجاه اما ايجابيا واما سلبيا ولكن الاغلب من المريخ دائما بيكون نسبة عالية جدا رغم انه بعطيك ايجابيات الا انه بيحدث بعض السلبيات في كل اللي احنا ذكرنا اما بالنسبة للبيت السادس فهو الو علاقة بالعمل والو علاقة بالصحة هذا بيت العمل والصحة فعشان هيك بتلاقي الامور كلها بتيجي مخاوف وهذا نبتن ونبتن بتراجع فمعناته بديو يدخل لك وساوس اما على اشخاص في مكان العمل بتشك انهم هم بتآمروا عليك او انه بتلاقي حد اخذ اعمالك ونسبها لالو ايه مشاكل بتطلع لك في مكان العمل بتوهمك او بتخليك تفكر انه اه افلان متآمر علي من افلان من افلان ولكن انت ما بتقدر تصيب الصواب بالشكل الايجابي بالفترة هاي ممكن انت تكون من خلال مشاريع او عمل ولكن يتعطل فجأة فصير تشك بان اشخاص انها بتتآمر عليك ومرضه بتصير تتوهم اشياء لها علاقة بالصحة يعني بتتوسوس بتصير تشك مريض معقولي هذا المرض عندي معقولي انا اجاني هذا المرض بيخليك تصير تحافظ على حالك اكثر بيخليك تصير تتخوف من لمس اشياء او مخالط الناس اذا مرضت معناته لا بتصير تشك بالمرض الخبيث او المرض الكبير او الاشياء الامور الادوية هاي وبصير على جوجل وبصير انت عن ميت الدكتور تشتغل اما بالنسبة لاخر كوكب اللي هو في بيتك الثامن اللي هو اورانوس اورانوس بسبب مشاكل على مستوى القروض على مستوى المواريث الميراث يعني على مستوى الامور البنكية ضريبة تأمين معاملات مالية يعني هذا بيت الاموال المشترك اي مال ما بيعود لك يعني مش ملكك انت ملك اشخاص ممكن يسبب لك من وراء مشاكل اذا انت ادخلت فيه حتى لو اجيت داينت اشخاص او اقرضت اشخاص او كفلت اشخاص بالفترة هاي فممكن يسبب لك مفاجآت يعني تنحسب عليك بشكل سلبي وممكن يظهر معاملات يعني كنت انت مخبيها زي الضريبة مثلا فجأة تلاقي عمال الضريبة اجوك او جاك طلب للضريبة او هذا وانت تتلبك من الامور فهو ياب دعمك ايجابي ياب دعمك سلبي ما عنده حل وسط لانه هو كوكب المفاجآت فعشان هيك بدك تكون حذر هاي حركة الكواكب الفترة هاي فبدك تكون منتبه وتعرف ايش انت تتصرف خلينا نشوف القمر كمان ايش بعطيك من ايجابيات وايش بحذرك من سلبيات عشان برضو انت تعرف يعني تستخدم امورك بشكل ايجابي فترة هذا الاسبوع طبعا من اليوم الخميس وحتى صباح يوم السبت القمر بيكون موجود في القوس فعشان هيك بتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر والاتصالات الفترة هاي مناسبة بتكون لها اجتياز امتحان ممكن تعززوا العلاقة مع اخ اوجار ممكن تدعمك الحظوظ وتكون جريء في التعبير عن رأيك وتتمتع بسرعة بديها وخاطر وبتلفت النظر الاجواء لطيفة ممكن تحملك لقاء عاطفي او مصالحة او ورشة عمل لتأهيل قدراتك من صباح يوم السبت وحتى ظهر يوم الاثنين القمر بصير موجود في الجدي عشان هيك بالفترة هاي بتفضلوا التركيز على حول شؤونكم البيتية والعائلية بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مساكنكم ممكن تبدو هيك شوي في لحظات مضطرب مرهف الحس بعض الشيء بتشعر بالارتباك او بغضب او بتغضب بسرعة بالفترة هاي وما تنسى كمان انه يعني الكواكب اللي موجودة بالجدي كلها هاي بتسبب لك نوع من انواع العصبية اتجنى بالخصام والجدال كليا ومن المحبذ عدم القاء اللوم على الاحباء هاي الفترة بتحمل لك نوع من انواع الضغوط على مستوى اعمال وانشغالات منزلية من ظهر يوم على الخميس القمر بصير موجود في الدلو فعشان هيك بالفترة هاي بتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتدعيم علاقتكم معهم الفترة هاي مناسبة برضو لممارسة نشاط فني بتفرح لانفراج ملموس بترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وبتقوم بخطوة مباركة بتتلقى اشارة ايجابية هاي فترة مناسبة لالتقاط انفاسك بعد العواصف من منتصف ليل يوم الاربعة على الخميس وحتى صباح يوم السبت القمر بصير موجود في الحوت فهون بدك تنتبه وخصوصا ان القمر صار موجود في بيت الصحة وبيت العمل فهون بيبدأ العمل بتراكم عندكم حاول انجاز ما بوسعكم دون اهمال صحتكم فترة مناسبة لممارسة نشاط بدني ممكن بسبب كثرة الضغوط بتحتاج لنصيحة احدهم اذا اردت انجاح عملك باكر لعملك لان المسئوليات كثيرة وطارئة هاي الفترة ابدأ بالاولويات ممكن تبدأ عمل جديد بهاي الفترة هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة